هذا و أكد العقيد حمد الخياط مدير إدارة العمليات برئاسة الأمن العام في وزارة الداخلية أكد أن الظروف الراهنة تتطلب من جميع الأفراد والمؤسسات ضرورة الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية ومضاعفة الالتزام بالإجراءات الاحترازية تواصل مديريات الشرطة والأجهزة الأمنية المعنية العمل على تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية من بداية الجائحة وحتى تاريخها ونستعرض معكم بعض الإحصائيات الخاصة بهذه الإجراءات تم اتخاذ 9,570 إجراء للحفاظ على التباعد الاجتماعي من بداية الجائحة إلى اليوم شملت السواحل والأسواق والمحلات التجارية والأماكن العامة تم ضبط 82,994 مخالف لعدم ارتباء الكمام في الماكن العامة تم تنفيذ 11,084 حملة أوعوية تهدف للتوضيح المخالفات وخطورتها وضرورة الاتزام بالتدابير الوقائية والتنسيق أيضا مستمر في الوقت الحالي مع الوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص تنظيم ارتياد المساجد في صلاة الجمعة بما يضمن تنفيذ قرارات الفريق الوطني الطبي وتقوم كذلك وزارة الداخلية بتقديم الإسناد الكافي لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة للحملات التفتيشية للتأكد من تنفيذ قرارات غلق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية في الوقت الحالي نذكر بعض أدوار الإدار العامة الدفاع المدني في مواجهة فيروس كورونا حيث بلغ عدد عمليات التطهير اللي قاموا بها لحد الآن ما يفوق 314 ألف عمليات تعقيم وتطهير شملت مباني ومشآت حكومية وخاصة وشوارع وبعض المناطق السكنية تم زيادة الكوادر الطواقم الأسعاف والكوادر الطبية تم استحداث آلية لتصنيف البلاغات الواردة عبر المكالمات لمركز الأسعاف الوطني الأمر اللي قلل وقت الاستجابة من استلام البلاغ إلى الوصول إلى الحالة إلى 18 دقيقة و12 دقيقة من خروج الإسعاف إلى وصولها إلى الحالة المطلوب نقلها والجدير بالذكر أن الإسعاف الوطني خلال الفترة الماضية استجاب لأكثر من 15 ألف حالة كورونا قائمة وتم نقلها بواسطة فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالات اشتركوا في القناة